ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تصريح خاص إن أكتريس اعترف بما لك قبل أن ينكر أبوتها لها حيث قدم تحليل دم مزور وحصل بموجبها على حكم وصفته بالجائر وتابعت أن المخرج الجزائري هددها بالانتقام منها إن هي حاولت فضحها نظرا للعلاقة النافدة التي تجمعه مع شخصيات مغربية حيث قالت هددني في بلادي عباد الله مشيرة إلى أنه في حال عدم إنصافها ستتخلى عن جنسيتها المغربية ووجهت الممثلة المغربية رسالة مؤترة لمن انتقادوها حيث قالت أنا غلطت مرة مشي ألف واللي بغهدبا مشي حقي وإنما حق بنتي مالك بغيت اعترف بها ويعتذر لها قدام الناس كاملين لضطر يتنقول قصتها قدامهم باش نجيب لها حقها أما أنا ما بغيت من نواله وبغيت غير حقي في بلادي ولا سمح ليه قدام الله ولم تفوت المسعود الفرصة دون أن تقصف المخرج الجزائري حيث قالت له أنا أعطيت البنتي الجنسية وهزيتها بسناني في الوقت اللي انكرتها انتا باش تعرف أن المغربة مشي في حالك ما كيف رطوش في الحمهم ودمهم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية